الحقيقة الإحاطة هي واضحة بنقاطها جنابك أنت اتطرقت لمختصر مفيد نعم اتكلمت على أنه موضوع أهم نقطة تكلمت عن موضوع الفقر أنت تعرف موضوع الفقر بسألة كل شيء مهمة وخطرة جدا بأي مجتمع فهي قالت ثلث العراق تحت خط الفقر هذا رقم ما وصل للعراق حتى بالعشرينات لذلك هذا يشكل خطورة كبيرة لأنه ممكن جنابك مثل ما قلت ممكن تكون هناك ثورة تسمى ثورة الجياع وبالتالي أن جنابك تعرف أنه هذه المظاهرات الآن الموجودة في الشارع والشباب الذين يفترشون الأرض تجي قبال كل وزارة يعني قبال وزارة الكهرباء يعني أمام وزارة التعليم العالي أمام مجلس النواب أمام رئاسة الوزراء أمام وينما تروح تلقى مظاهرات وشباب قاعدين يريدون شغل معناها أكجوع بالموضوع يعني والدولة تتخبط بهذه المسألة هذه النقطة كلش مهمة الحقيقة يجب أن ننتبه لها وأنا أعرف كل زي أن الدولة عاجزة عن استيعاب هؤلاء كلهم بوظائف معينة حتى يسدون جوعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر